تقليدا لروح الشهداء الطاهرة أحيات السلطات الولائية والعسكرية ببشار وبحضور وزير المجاهدين طيب زيتوني وعائلات الشهداء الذكرة السابعة والخمسونة لاستجهال أبطال ثورة التحرير المجيدة العقيد لطفي والرائد فراج ودليلهم الزاوي الشيخ والشاهد بريك أحمد والذين سقطوا في ساحة المعركة بجبل بشار باريخ السابع والعشرون مارس من سنة 1960 اليوم عرصا تاريخيا بامتياز مع قامات الجزائر وشهدائها الأبرار العقيد لطفي والرائد فراج شهيد زاوي الشيخ وشهيد بريك أحمد شهداء يعودون كل عام كل عام يعودون إلينا ليقولون نحن أحياء دائما معكم العقيد لطفي وشتة العقيد لطفي الدخل اللولا اللي جاء داخلنا البشار باعوه ولغم أن عائلة الشاهد زاوي الشيخ لم تنل حقها ولا تتذكرها السلطات إلا في هذه المناسبة مثل ما يؤكده حفيده إلا أن تضحيات الرجال في سبيل استقلال الجزائر لا تقاص بثمن وعلى السلفي أن يكون خير خلف تتذكرنا السلطات في هذه المناسبة فقط في هذه المناسبة فقط العائلة ليست لها أي امتيازات أو أي شيء مجرد الإسم نحن الحمد لله ليس الفتى من يقوله كان أبي وإنما الفتى ما يقوله أنا ذا نحن على يقين بأن الجزائر بخير ما دمت فيها أجيال تخلط قيم نصر وقيم تضحية المناسبة كانت فرصة لتدشين المكتبة البلدية والتي سميت على الشهيد العوفي عبدالقادر كما تم تكريم عائلات الشهداء وبعض المتقائدين إلى جانب الفائزين في مسابقة أحسن بحث عن العقيد اللطفي والرائد فراج ترجمة نانسي قنقر